اشتركوا في القناة القصة الكلاسيكية ونعيش تحدي المنافسة مع أصدقائنا بأطوار اللعبة المتعددة فهل قدمت لنا بان داينامكو لعبة مميزة لهذه الشخصية الايقونية؟ اليوم نتعرف على إجابة من خلال مراجعتنا للعبة كابتن سوبسا رايزوف نيو تشامبيونس خلونا نبدأ بالحديث عن اللعبة بجانبها التقني هل قدمت لنا رسوم مميزة وصوتيات للذكرة مثل ما كان الحال مع الانيمي الكلاسيكي؟ بالأمانة إذا بنتكلم عن رسوم اللعبة فهي بلا شك ليست أفضل ما يمكن رؤيته بنهاية عمر الجيل الحالي من الأجهزة مدلات الشخصيات ضعيفة جدا من ناحية التفاصيل والأسوأ من هذا هو طريقة التقديم الضعيفة جدا لهذا المنتج بحيث نشوف معظم الحوارات والمشاهد السينمائية جودة محدودة ويبان عليها ضعف التحريك والانيميشن وفي بعضها هي أقرب ما تكون لصورة ثابتة لراية القصة والإحداث أيضا أثناء اللعب الأمور ليست بأفضل حال بحيث نلاحظ ضعف واضح بجودة الرسوم سواء بتفاصيل الشخصيات أو حتى الضلال والإضاءة وأفضل شيء ممكن نبدأها لما يتعلق الأمر بالرسوم هو بعض تأثيرات الضربات الخاصة لكن معدى ذلك هذا المنتج ما يقدم قيمة كبيرة من ناحية الرسوم لما نتكلم عن الكابتن سوبسا نتذكر ذيك الألحان الخالدة اللي قدمها لنا المسلسل الأنيمي الكلاسيكي وما ننسى أيضا الحديث عن المقطوعات الغنائية الرائعة اللي سمعناها بألعاب الكابتن سوبسا على جهاز السوبر نتندو لكن هنا في هذه اللعبة للأسف ما في شيء يستحق الذكر أكيد في تمثيل صوتي للشخصيات وهو عمر جيد لكن بالحديث عن موسيقى فهي محدودة وبعيدا عن اللحن الرئيسي الأيقوني نشوف عدد بسيط من اللحان اللي تتكرر طيلة المباريات مع مؤثرات صوتية للضربات الخاصة وإيضا الحوارات داخل المباريات بطل القصة أجمالا على المستوى التقني هذه اللعبة حبطتنا ومع تواجد بعض الأخطاء التقنية أيضا اللي واجهتنا أثناء اللعب يبدو واضح جدا لنا للأسف ضعف ميزانية المشروع وهي للأسف مشكلة شائعة بين الألعاب المبنية على أسماء تجارية مرخصة في عالم الأنمي طيب خلونا نتكلم عن اسلوب اللعب كابتن سبسة رايزوف نيو شابيونز هي لعبة كرة قدم أكشنية وغير واقعية بطبيعة الحال لكن بنفس الوقت تحاول تضع طابع واقعي بشكل ما في اللعبة رغم كل شي كما جرت العادة عندنا زر للتمرير زر للتسديد زر للتمريرات الطويلة وزر للكرات البينية بنفس الوقت عندنا الضربات الخارقة الأيقونية اللي اشتهرت فيها السلسلة وعندنا التجاوزات الغير واقعية وعدم وجود قوانين كرة القدم المعتادة من أخطاء ضد المنافسين بعيدا عن حالة التسلل فقط تحكم اللعبة كان لغز بالنسبة لنا في البداية شفنا عدم استجابة سريع لتنفيذ الأوامر في بعض المرات واللي خلنا نشك أن يد التحكم فيها مشكلة لكن حتى مع تجربة يد التحكم ثانية استمرت نفس المشكلة كثير كنا نضغط على زر التمرير أو التسديد بدون استجابة من اللعبة نظام اللعب يعتمد كثير على أزرار الكتف والضغط بالوقت المناسب لما تواجه الخصم يبغى لك تضغط زر الكتف R1 أو R2 عشان تتجاوزه وإذا نجحت بيزيد عدادة الطاقة عندك وفايدة أن يسهل لك عملية تنفيذ الضربات الخاصة بدل الضغط على زر مربع الفترة طويلة للتسديد هذا الخيار بالتصميم قلل من متعة اللعبة الحد كبير مع الوقت هالشيء بيصير روتين بشكل ممل وبيصير اللاعب طول الوقت يمرر الكرة الأقوى لاعب عشان يسد التسديدة خارقة من أي مكان بالملعب ويسجل هدف قوة اللاعبين تزداد مباشرة بعد ما يفقدون الكرة معدى حارس المرمى اللي ما تزيد قوتها أو يسترد قوتها ألا بعد ما يدخل عليه هدف لذلك واحدة من استراتيجيات اللعب المناسبة هي محاولة إنهاك الحارس عشان يسهل التسجيل عليه نظام اللعب من جانب آخر يعاني الأسباب عدة الذكاء الاصطناعي في اللعبة محبط وكثير نلقى نفسنا نمر الكرة اللعب ثاني وتوصل خلفه وهو يجري ولا يأخذها أو توصل أمامه ولا يتقدم لها ولا تتوقع إنك تشوف اللاعبين غيرون مراكزهم بالملعب بشكل طبيعي كل شيء لازم تسوي يدويا هنا إذا شفت الخصم يهجم عليك من جهة الجناح لا تتوقع إن الضهير عندك بيروح له ويحاول وقفه لازم أنت تتحكم يدويا وتسوي كل شيء بلعبسك اللعبة تقدم معها عدد من أنماط اللعب مثل طور القصة اللي بينقسم قسمين الأول وهو السهل بحيث تخوض نفس قصة مسلسل الأنمي بالمرحلة المتوسطة منه المعروف بالجزء الثاني بالنسخة العربية وتلعب بفريق نانكتسو بقيادة سوبسا أو كابتن ماجد عشان تحقق بطولة الدوري المحلي للمرة الثالثة على التوالي أو من خلالها بتصمم شخصية جديدة بالكامل وترتبط واحدة من ثلاث أكاديميات من قصة اللعبة وتخوض معهم التحدي عبر البطولة المحلية لين توصل المنتخب الياباني الوطني وتخوض بطولة عالمية تقام في فرنسا من خلال هذا النمط بتطور شخصيتك بحسب أدائك بالمبريات وتحقيقك للأهداف فيها وأيضا تتعلم الضربات والمهارات الخاصة للعبين بحسب اختيارك لها في عندنا أنماط ثانية باللعبة منها طول التحدي وطول التمديد وطول اللعبة على الشبكة طول القصة بقسمة الأول مش طويل أبدا وتقدر تنهيه خلال ساعتين لكن طول القصة بقسمة ثاني بيحتاج منك وقت طويل حتى تنهيه وبتلعب خياراتك فيه دور مهم بتكوين شخصيتك في النهاية لعبة كابتن سوبسا رايزوف نيو تشامبيونز تقدم معها كم محدود من المتعة ونظام اللعب للأسف مش مثالي ويحمل معها العديد من العيوب المملب فكرته اللعبة تقدم معها محتوى جيد كقيمة لكنها ضعيفة بمعظم عناصرها الرئيسية لذلك إن كنت من عشاق الكابتن سوبسا ممكن تتقبل عيوب اللعبة بشكل أو بآخر لكن إن كنت مش ممنح بيه الأفضل لك تبتعد عن هذه اللعبة